ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين كم أنا سعيد بلقائكم في برنامجكم الأسبوعي الأخلاق في الإسلام ولازلنا معاشر الأحبة في معراج الأخلاق نصعد ولازلنا كل حلقة نتقلب وإياكم في حدائق ذات بهجة ونتحدث عن خلق من أخلاق الإسلام الذي أتى الإسلام ليتممه أو يصلحه أو يرفع همة أهل الإيمان ليتصفوا به اليوم مع خلق عجيب جميل حتى أن بعضنا لربما إذا مر بالأخلاق الصدق الكرم الوفاء حسن العهد لربما لا يمر عليه فيقرأ فيه ولا أنه يلقي عينه في كتب الآداب والأخلاق لا يقرأ هذا العنوان لأنه لربما أحيانا يكون تحت عنوين في أبواب الأخلاق والآداب اليوم معنا وصف يجمل كل رجل هو أن يكون رجل سنتحدث عن الرجولة وإنك إذا أردت أن تهين إنساناً وأدعوك أن لا تهين أحداً لو تقول لرجل إنك لست برجل قد بلغت في سبه واستنقاصه لأن كل إنسان مننا حقيقة يفخر برجولته والرجولة التي نفخر بها البعض مننا بطول شواربه وبوخامة عضديه وبقوة بدنه إذا أوتي بسطة من البدن أو أنه إذا ظهرت عليه مظاهر البلوغ عند بعض الشباب ظن أنه بلغ مبالغ الرجال الرجولة مجموعة أخلاق إن لم تجتمع في الإنسان فإنه ينزل من علياء الرجولة إلى سفح الذكورة يبقى ذكراً لنميزه عن الأنثى أما إذا أراد الرجولة في الوصف الشرعي فدونه أخلاق الرجال وأخلاق الرجال ليس الغضب والزمجرة والتسلط والرعونة والسفة والشطط واللؤم والإسفاف والفحش والظلم لا لا يمكن أن يسلك إلى الرجولة إنسان يخرج من أوحال الأخلاق والصفات المذمومة الرجولة عليك أن تنظر إلى أوصاف الرجال في القرآن وإن شاء الله سنأخذ هذه الأوصاف إجمالاً وإلا فإنا لا نستطيع أن نبسطها بسطاً كاملاً وسنذهب إلى من الذي وصف برجل وهو رجل في سنة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا معاشر الأحبة في هذا الزمن أخلاق العظماء يعني معالي الأمور وكذلك الهمم العالية هذه من صفات معالي الأمور السمو الأخلاقي الهمة العالية الشهامة النخوة نصرة المظلوم والظالم الظالم بمنعه والمظلوم بنصرته هذه معاني رجولة ولذلك إن بعضنا حقيقة أمه تقول يا ليت عندي رجل وزوجة البعض تقول يا ليت في البيت رجل طيب هذا أنجب منك عدة أبناء أليس برجل لا كأنها تقول صورته أما أخلاقه فإنها ليست في المعالي إنما هي في الدون النخوة والشهامة وتناسي النفس في سبيل الغير بضوابط شرعية هذه المعاني الجميلة والإكرام مد الخوان بالطعام نصرة الضعيف إكرام المؤمن في بيتك كذلك إكساب المعدم والمعدوم كل هذه أخلاق من لم يحافظ عليها معاشر الأحبة يخشى عليه أن ينزل من أعلى العلياء من أجمل قمم الرجولة ومن هنا نحن هنا نتكلم عن الرجولة أيها الأحبة قيل لبعض الحكماء من هو الرجل؟ قال الرجولة والفتوة إنها طعام موضوع يعني كريم ولذلك الكرام دائما قرين الرجال واللؤم والشح والبخل قرين الذكور أما الرجال فإنه يرى أن إكرام المؤمنين حق لهم لا فضل له فيه ولكل مسلم له عليه حق أما هو فلا حق له على أحد سمو وعلو وها ومن هنا سنتحدث أيضا في هذه الحلقة عن دور الأم والأب في صناعة الرجولة في نفس الإبن الذكر وإذا تكلمنا عن الرجولة ليس معنى ذلك أن الأبناء البنات لا يعنيهم الخطاب البنت هي ستكون أم وكم من أم دفعت أبناءها للأنوثة واستنوق بعض الجمال على أيدي بعض الأمهات تدلله حتى صار هشا رخوا ضعيف لا يتحمل مصائب الدنيا ولذلك تجد أن بعض الرجال يقفوا مواقف ويثبت فيها ويعز من خلفه من أسرته وذريته ومن معه موقف جبل بل إن الجبال أحيانا تتطامن عنه من بعض الرجال وحبيبنا صلى الله عليه وسلم رب رجال حتى وهم أحيانا صغار صغار في العمر لكن رجال أسامى يقود يقود جيشا وهو ابن سبعة عشر سنة عشر سنة الله أكبر وزيد بن ثابت يتعلم اللغة ليترجم لرسول الله عليه الصلاة والسلام لغة يهود أي عظمة في أخلاق ذاك الجيل إنهم رجال ومع الرجولة سنتحدث ونعيش وإياكم بإذن الله في أجمل إن شاء الله يعني الأوقات لي أسأل الله لي ولكم أن نكون من الذاكرين الله كثيرا وأن تكون هذه الحلقة لنا يوم القيامة ذخرا ومن الرجولة أن نستمع للذكر وأن نجلس عنده وأن نذكر الله كثيرا فلا تلهين التجارة ولا البيع عن ذكر الله نقف بإذن الله بعد هذه المقدمة في الفقرة الثانية نتحدث عن الرجولة منذ خلق آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق وأهله والباطل وأهله ويفتح الله بينهما بحكمه فهو سبحانه الفتاح فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي حكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا ظلم فيه وفتحه تعالى بحكمه أنواع منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على ألسنة رسله وفتحه بنصر أوليائه ودحر أعدائه وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر والفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة ويفتح لهم من غلق عليهم من أمورهم فيغني فقيرا ويسهل مطلبا ويفرج عن مكروب قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بابنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فمن آمن بأن الله هو الفتاح سأله من فضله ورحمته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك ومن آمن بأن الله هو الفتاح تمسك بدينه ولم يتأثر بمكر أعدائه حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم مرحبا بكم من جديد ومع الرجولة أيها الرجال ويا مصانع الرجال أمهاتنا وزوجاتنا حقيقة الحديث عن الرجولة يعطي الإنسان نشوه جمال وقوة وعطاء والصعود إلى قمم المعالي الرجولة في القرآن أيها الأحبة الرجولة في القرآن وصف بها جمع من الرجال والأوصاف في القرآن دقيقة ولذلك كل منا يعرض نفسه على أوصاف القرآن وسأسير معكم مع الأوصاف القرآنية للرجولة لأن الدعاء الرجولة الظالم أحياناً يعتقد أن بطشه بالمظلوم رجولة مع أن في الشرع الإنسان الذي لا يصلي أو لا يشهد الصلاة ولا يصلي جماعة في بيوت الله يعتقد أنه رجل بماذا قال بلحيته وشواربه كما قلنا أو بعضلاته وقوته لذلك هذا ليس لكل أحد أن يدعي هذا الوسام الرجولة وسام على صدور أهل الإيمان أهل الرجولة الحقة أول وصف في القرآن الوفاء بعهد الله والصدق مع الله في مواطن البذل وأغلى ما يبذل بذل الروح ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بذل الروح في غزوات الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين رباهم عليه الصلاة والسلام فكانوا رجالا ولذلك ما يصح في جيل الصحابة أن يأتي بعدهم من المتأخرين يقول هم رجال ونحن رجال قف هم رجال نعم لكن إذا كنت تستنقص ذاك الجيل الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام وخرج ذاك الجيل من مدرسة النبوة وعلمهم كيف يبذل المهجة والأرواح وباعوا أرواحهم في سوق الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هم رجال وكل من تبعهم بإحسان على عقيدة السلف الصالح سلف الأمة فهو رجل لكن لاحظ من أكبر اختبارات الرجولة أن تدعى إلى بذل روحك فإن أقدمت فأنت رجل بشرط أن تكون هذه اللقاءات وبدل الأرواح في حروب راياتها ليست عمياء ولا قوميات ولا عقائد منحرفة إنما تحت راية ولي أمرك الشرعي على عقيدة سليمة صحيحة خذ أمتله من أولئك الذين يصدقوا بل ولا يصدقوا الإطلاق لابتداء ابتداء يطلق الرجولة على ذاك الجيل منهم من قضى نحبة منهم مثلا نأتي إلى حمزة رضي الله عنه نأتي إلى مصعب بن عمي رضي الله عنه نأتي إلى سعد بن الربيع رضي الله عنه ولذلك هذه الآية نزلت في أعقاب غزوة أحد ومنهم أنس بن النظر الذي أتى وكسر غمد سيفه وتبرأ من أن ينسحب من ميدان المعركة أحد بل أنذر أصحاب الرسول عليه وسلم قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم عندما أشيع أنه عليه الصلاة والسلام قد قتل في أحد رجولة ولذلك الرجولة أحبابي ليس فيها العود إلى القهقرة ولا النكوس ولا التولي يوم الزحم إنما بيع لله وشوق للجنة والحمد لله إذا كان الطريق يصل إلى الجنة فمن الرجولة ألا تترجل عنه وأن تسير إليه من الأمثلة على هؤلاء أيها الأحبة كما قلت أنس بن النظر الذي تمنى أن يشهد المشاهد لأنه غاب في بدر فتمنى أن يكون في أحد ثم كما تعلمون استشهد فما عرفته إلا أخته ببنانه رضي الله عنه من هؤلاء أيضا حنضل ابن أبي عامر وكان قد تزوج وبنى بأهله ولا زال جنوبا عليه الحدث الأكبر فيترك زوجه وعش زوجيته الجميل وينطلق يا خيل الله اركبي في غزوة يقودها خير الورى عليه الصلاة والسلام فتغسله الملائكة بين السماء والأرض رجال أيضا منها كما قلت سعد بن الربيع رضي الله عنه وسعد بن الربيع كان رجلا شجاعا كعندما وقع أصيب قال وهو على آخر رمق في أرض المعركة قال أبلغ قومك عني السلام وقل لهم إن سعدا يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم أي إذا وصل كفار مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف روحه تتحشرج ولكن همته في السماء تبعت هذه الروح تلك الهمة العالية الرجولة على نعم هو استشهد لكنه وصيته لما ظن أن محمد صلى الله عليه وسلم علم بأنه أصيب قال لا يصل كفار مكة إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام وفيكم يا بني الإسلام عين تطرف شجاعة وربي تسطر بمداد النور نعم أولئك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمثلة أن موسى بن نصير ننتقل إلى الأجياء التي بعدها كان وهو فاتح الأندلس كان أعرج وكان عمره حينما أتم فتح الأندلس يزيد عمره عن خمس وسبعين سنة أعرج وليس على الأعرج حرج لكنهم رجال عمر بن جموح يقول لأطأن يا رسول الله بعرجتي هذه في الجنة رضي الله عنه واستشهد في أحد إذن من معاني الرجول الوفاء بعهد الله جل وعلا ومن ذلك معاشر الأحباب ومن ذلك الصدق في مواطن البذل بذل الأرواح ولذلك عندما بشر الحبيب أمة أن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وتحدث عن أنهم يتنازعون فيها الكأسا وكذلك عندما وصف نعيم الجنة قال الصحابة تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الجنة الغرف التي يتراؤون فيها هذه الغرف التي تجري تحتها الأنهار ليست ليست فقط للأنبياء بل لكل رجل صادق في إيمانه ومن ذلك وصف الرجول وصف أغلبي وإلا فإن المرأة المؤمنة كأم عمارة نسيبة رضي الله عنها كانت أيضا ممن قاتل في غزوة أحد والفضل يشمل المرأة والرجل من صفات الرجال أيضا الوالدة في القرآن أنهم لا يغفلون عن ذكر الله والغفلة في زمننا معاشر الأحبة للأسف أطبقت على بعض القلوب غفلة ذهول عما خلق الإنسان له يستمتع البعض منا بذكر مآثر آبائه ومواقف حياته وب قصص عن مغامراته ولكنه لا يذكر الذي جمله بالحياة والذي بيده حياته ومماته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ذاك الذي يوقف البيع فورا إذا سمع الله أكبر التاجر الرجل التاجر المؤمن الرجل ذاك الذي لا تطيب نفسه أن يسمع قد قامت الصلاة فيؤدي الصلاة بجوار فراشه وبجوار سجادة امرأته هي معذورة وليست صلاة الجماعة عليها واجب أما هو غير معذور ولو قلت له أنت لست برجل غضب معنى لا يجوز لنا أن نقول له لست برجل ولا يجوز أن نسيء الظن في المسلمين في المؤمنين لكن أقول يا رجل كن رجل بأدائك للصلاة في المسجد وثم الكلام الآن على كثرة ذكر الله والتاجر المؤمن لا يمكن بعض التجار الآن مشغول بالحلف ليسوق سلعته ينفق بضاعته بالحلف وقد يكون الحلف كاذف بل إنه لو كان صادق لما حل له أن ينفق سلعته أن يروج السلعة ويبيع السلعة على الحلف الحلف ليس من ذكر الله وإن كان من تعظيم الله لأن الحلف معناه أنك تعظم الله عند من يستمع ويقبل يمينك فيقبل منك لأنك عظمت الله لكن أتكلم عن الذكر الدائم التسبيح التالي أنا أذكر أني شاهدت تجارا منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة يبيعون وهو جالس أمام من ضدته والموازين بين يديه ومصحفه والله منتشر بينه قد نشر مصحفه ويقرأ وبعضهم يسلم عليه يقول هل عندكم قهوة فيشير إليها باليمين ولا يريد أن يقطع من التلاوة وبعضهم دائما تجد قد عقد أصابعه وأنامله يسبح الله نعم المال الصالح عند العبد الصالح في يد العبد الصالح الذي لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولذلك تجد أنك كثيرا ممن يدخل الأسواق يغفل وقد يفتن بفتنة النساء وفتنة المال ولذلك هنيئا للرجال الذين لا تنسيهم ولا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله يقول الوراق مطر الوراق اسمع ماذا يقول كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل على الصلاة يعني يريد أن يزل للإنسان شيئا من الموزونات لا يخفضه ولا يكمل البيع لأن الله أكبر يا رجل تدعوك فكن عند الكبير المتعالي في بيته سبحانه وتعالى إذا دعك وإيضا يقول ابن عباس رضي الله عنه كانوا رجالا يبتغون من فضل الله أن يبيعون ويشترون فإذا سمعوا النداء ألقوا ما بأيديهم وقاموا إلى الصلاة فصلوا إذن ماذا نقول يا لأولئك الذين ينغمسون في الجوالات وفي أجهزة التواصل وداخل في المعنة لابتوب أو غيره أو الآيباد فتقول له قمصل معنى الذي يستمع النداء لماذا تقول له قمصل هو رجل ويسمع النداء والبيت بني لله ما يحتاجنا كل الصل لأن الذي قال لي حي على الصلاة هو سمعها وهي له أيضا لكن فيه أناس تنازل عن الرجولة وبالإنشغال بمتاع الحياة أيضا من صفاتهم كما قلت التعلق التعلق بالصلاة ولذلك عندما ذكر الحبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال رجل رجل وصف كرامة وتكريم رجل قلبه معلق بالمساجد الله أكبر اللهم علق قلوبنا بذكرك وعلق قلوبنا بشهود الجماعة في بيتك واجعل صلاتنا خاشعة ونعوذ بك من أن نزل من درجة الرجولة الإيمانية والتقوى إلى أودية وحفر العجز والكسل من القدوم على الله جل وعلا أيضا المتطهرين هم رجال من الأوصاف القرآنية أن الذي يتطهر هو رجل اسمع قول الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وهذا في مسجد الضرار ووصف الله جل وعلا أن الذين يأتون إلى الصلاة أيضا يحبون التطهر وهنيئا لذاك الذي لا يكاد يصلي صلاة إلا وقد تطهر لها وبعض الناس حقيقة لا طهر ثوبه ولا طهر بدنه ولا طهر بقعته ولا طهر يعني ولا رفع الحدث منه ويتساهل التطهر القلبي والتطهر الخارجي غسل الأعضاء يفرض الوضوء المعلومة هذا حفاظ الإنسان عليها دليل إيمانه ودليل رجولته فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين هذا من معالم الرجولة وبعدين يا أحباب الصلاة جعلها الله كالنهر لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا قال كذلك الصلاوات الخمس الحديث أيضا معاشر الأحبة من مواقف الصحابة والسلف عند سماع الأذان اسمع هذا الموقف عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتها وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق رجل رضي الله عنه يعني قبل الأذان يكون متطهر وما يقول الله أكبر إلا طار قلبه مع أن قلبه معلق ببيت ربه والله إنهم لرجال إذن من وصفهم تعلقهم بالمساجد والطهارة أيضا من المواقف هنا أنه سمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه فقال خذ بيدي فقيل له إنك عليل قال أسمع داع الله فلا أجيب يعني إنسان يجود ويتحشرج سمع حي على الصلاة قال خذوني أنت تموت خذوني أسمع حي على الصلاة وأب مكذ فذهبوا به وهناك صلى ولم يستطع إكمال صلاته ما ترحمه الله والله إنهم رجال صلاة واحدان ما أحب أن تذكر له في الحياة أنه صلاها في غير بيت ربه صلاة الفريضة إنهم رجال أيضا من المواقف وكيع بن الجراح يقول كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته تكبيرة الإحرام همة والله بعضنا سبعة أيام لا يستطيع من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين ليلة كتبت له براءتان من النفاق ومن النار وبعضنا ما يستطيع أن يكمل هذا أكمل الأعمش أكثر من سبعين سنة لم تفته ليست الصلاة تكبيرة الإحرام الله المستعد طيب بعد ذلك من الصفات أيضا الرجولة من ينصر الدين ويؤيد أهل الحق فهو رجل ليس من الرجولة أن تعادي دين الله بعقلك أو بمرض في قلبك حتى ولو أخذ أعلى الشهادات ودرس أعظم الثقافات وتكلم بكل اللغات يبقى ليس برجل لأنه يناطح دين الله يريد أن يطفي أنور الله بفمه والله متمون تأمل في وصف القرآن لذاك الذي نصر دين الله وهو رجل قال الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين الله أكبر الداعي إلى الله الذي لا يبتغي ذكرا ولا يأخذ على ذلك أجرا رجل ولذلك أقول لكل أحد يستمع كن رجلا وانشر دين الله فجاء رجل يسعى ما قال جاء من يسعى قال رجل وهذا الوصف وصف تكريم أيضا من وصف القرآن للرجل للرجولة أن يكون من أهل النصح لدعاة الحق وأنه يخاف على المؤمنين اسمع قال الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يقول يقول أن هذا الرجل أتى إلى إلى موسى يسعى ومن طريق حتى لا يسبق إليه أحد حتى لا يبطش بنبي الله ولما يبعث بعد لكن يعلم أن نبي الله على الحق فخشي عليه فسعى وذلك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر رجال الدعاة إلى الله رجال من ينصر دين الله وينصح للأمة رجل وهذا وصف له وكرامة على جميع التخصصات ليس شرطا أن يكون متخصص علم شرعي إذا ينصح للأمة ويدعو للأمة ويخشى على الأمة ويغار على حرمات الله فهو رجل أيضا من صفات القرآن في وصف الرجولة التوكل على الله والثقة به وتثبيت الضعفاء على الحق هذه وصف الرجولة وهو داخل في النصح للأمة يقول الله جل وعلا قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة قالها لما حكى قصة موسى في أمره وقومه ودخول الأرض المقدسة قال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إلى أن قال قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا فهذان الرجلان قد أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق أحيانا يا أحباب يقول الإنسان كلمة في محضر ناس فيصلح الله بها وينصر الله بها ويدفع الله بها بلاء عن الأمة لا يفعل ذلك إلا الرجال أما الأناني الذي يريد أن ينقذ نفسه ويريد أن يحقق الشهرة لنفسه أو أنه لا يعنيه أمر المسلمين ولا يهتم بأمرهم فهذا فهذا تنازل عن الرجولة والرجلان هؤلاء وصفا بالرجولة لخوفهم على أقوامهم أيضا مما من الطرائف الجميلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه ومجتمعون عنده تمنوا يعني كل واحد يذكر أمنيته وكل واحد منا لديه أمنية فتأملوا في قصة الفاروق مع أصحابه قال تمنوا فقال رجل أتمنى لو أن لي في هذه الدار أنها مملوئة ذهب لاحظ أصحاب عمر جميعهم رجال وأهل إيمان لكن تأمل هذا يريد ذهب ما امتلأ هذه الدار ذهبا لما قال لأنفقها لأنفقها في سبيل الله طيب هذه الأمنية الأول نأتي إلى أمنية الثاني فقال رجل أتمنى لو أنها مملوئة لؤلؤا وزبرجد نوع آخر وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به قال تمنوا يعني لا زالوا يريدون الإنفاق قال ذهب هذا لؤلؤ ونوع آخر الثاني قال رضي الله عنه أما أنا اسمعوا إلى أمنية الفاروق عمر محدث الإسلام الملهم قال أتمنى لو أن هذه الدار مملوئة أن هذه الدار مملوئة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح الله أمين هذه الأمة في الأمنية البعيدة يتمنى رجال كهمة ذاك الرجل الأمين لهذه الأمة يتمنى أن يكون هناك رجال ليجاهدوا في سبيل الله و لينشروا هذا الدين على أديم الأرض إنه يريد الرجال ما قال أن تمتلئ مقاتلين لا لا ليس كل مقاتل يقاتل ليس كل مقاتل يقاتل و ليس كل مقاتل يثبت و ليس كل مقاتل رجل لكنه يريد رجالا و ذكر النموذج إنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه و أرضاه أيضا من صفات الرجولة في القرآن القوام على النساء هو رجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم هؤلاء رجال كيف يتزوج المرأة ولا يسمى برجل إنه أنجب يا أخي أقول رجل لم أقل ذكر قوامة الرجل على المرأة رجولة لما لأن الله وهبه قوة في عقله و في جنانه و في بدنه ثم أيضا وهبه كسبا يكسب فينفق فإذا كان الرجل خوارا أو لا غيرة فيه أو كان يأخذ من مالها ولا يعطيها ولا ينفق عليها النفقة الواجبة نزل من علياء رجولته و مضاعت بعض البيوت و فقدت الرجولة لما فقدت الرجولة فقدت القوامة و لذلك قال قوامون على النساء فالرجل إذا ترك القوامة و القوامة معناها الحفظ و للرجال عليهن درجة درجة الحفظ و القيام و الرعاية و الإنفاق فإذا ترك الرجل هذه المنزلة السامية ترك أعظم أبواب الصفات التي تميزه و الأخلاق التي يتحلى بها انظروا مثلا إلى رجولة موسى عليه الصلاة الصلاة و السلام عندما ورد ماء مدين ماء مدين و وجد تلك المرأتين تذودان غنم كثير و الرعاة يسقون و لأنهن نساء فلا يبقون لهن في أحواض الماء شيئا بل و يغلقون البئر بحجر صلد لا يحمله إلا العصبة من الرجال ما خطبكما غيره و شهامة و سمو و معالي و أخلاق و رجولة فأخبروه أنهما لا يستراني أو لا لا يسقياني حتى يصدر الرعاة لا يختلطاني مع المرأة المؤمنة عثيفة لا تختلط مع الرجال و الرجل الذي يختلط معها بغير ضرورة و بغير حجاب و موانع من من أن تقع الجريمة الكبيرة التي تخرجه من الإيمان كمال الإيمان و تخرجه من الرجولة فإن مرأة فإن مرأة تختلط فإنها تضر على رجولة الرجل و الذي يتساهل في خلطة النساء و الخلوة بالنساء و مداعبة النساء التي لا يحل له ذلك ليس برجل ليس برجل لو كان رجل لكانت غيرته و شهامته و مروأته تمنعه من أن يعبث بإعراض الناس بل إن الرجل إذا أكثر ممحكة النساء و الحديث معهن و المجالسة فيما التي لسنا بمحارم له فإنه يستنوق و يستنث و المرأة تلك لربما تسترجل سقى لهما و هذه من الرجولة و من الرجولة فعلا أن تقف إذا رأيت حرمة من حرومات المسلمين امرأة أن تقف و أن تكون حاميا مدافعا بل و أن تفديها بنفسك و أن تمنعها من الاختلاط المحرم بالرجال اضطرارا تقول أنا أكفيك جارة أرمل أي كبيرة سن كبيرة سن إلى غير ذلك إذن هذه من معاني الرجولة من صفات الرجولة أيضا بعد ذلك أنتقل و إياك إلى صفات التي وردت في السنة هذا الذي ذكرته أو صاف الرجولة في القرآن الرجولة في السنة ورد أولا الثبات عند الفتن و المحن لا يثبت إلا رجل اسمع ماذا يقول خباب بن الأرض شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا طاقت بهم الأرض ماذا قال عليه الصلاة و السلام قال كان الرجل لاحظ ليرفع همام الرجال وهم رجال لكن الإنسان يا أحبابي له طاقة وقدرة قال كان كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار أي يفرق ولا يرده عن دين الله أيضا من السنة لأن الوقت بدأ يضيق عليه من الثبات على الحق عند الإبتلاء رجولة كذلك العفة عن الحرام رجل رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجولة و إيمان أيضا مما ذكر في السنة أيضا أيها الأحباب الدفاع عن الحق العفة عن الحرام و الدفاع عن الحق أيضا كل ذلك رجولة أيضا الحب في الله رجلان تحابة في الله هذه رجولة اجتمع عليه قيام الليل من صفات الرجال نعم الرجل نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال هالي عبد الله بن عمر رجال الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجعي أولئك الذين يقومون في آخر الليل والله إنكم لرجال و هنيئا للمر الرجل و المرأة إذا قاموا في هذه الساعة و الإنفاق في سبيل الله معناه أنك رجل يتصدق بالصدقة فيخفيها كذلك أيها الأحباب من صفات الرجال إيثار محبوباته على محبوبات النفس و هناك أدلة كثيرة معاشر الأحبة على معاني الرجول في الكتاب و السنة لكن هي وصية أن يتمسك الإنسان بالإيمان ليبقى رجلا من رجال الإيمان و لا ننزل إلى الحضيظ و نتماسك بهذه الأخلاق التي أتى الإسلام ليمتديحها و ليتم مصالحها بقي الجزء الأخير من هذا اللقاء إلى ذاك الحين أستودعكم الله هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكار الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها إنه صنع الله المصور قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها وهو مصور كل صورة لا على مثال احتباه ولا رسم ارتسمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والله تعالى هو الخالق البارئ المصور فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له قال تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقه فهو القائل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي مرحبا بكم أيها الرجال ويا مربيات الرجال أيضا إذن نحن مع الرجولة وفي آخر الحلقة أريد أن أهمس في أذن كل أب وأم لابد أن نصنع رجالا هداية وتسديدا التوفيق بيد الله كيف نصنع الرجال أولا عليك أن تحفزهم يا ذئب يا أسد لأن بعض الكلمات تهدم الرجولة يا حيوان أو الكلمات الأخرى أجل لكم الله ثانيا اجعل ابنك يخدم ضيفك ولا توكل ذلك إلى غيره فإن الابن الذي يكون مع الضيف خادما سيعلمه المكارم هذه الرجولة لأنه سيستمع الحديث مع الرجال في مجلس الرجال ولا يقبع مع النساء وهو رجل وليس ذلك احتقارا للنساء لا لكن الابن الذكر ينبغي أن يربى مع الرجال أيضا لابد أن نسأله فنربي فيه الشخصية القوية التي معتزة بما وهبها الله من ذكاء وقدرات ما رأيك في كذا هذا أجمل أم هذا أثاث غرفته ملابسه بل وقرارات في البيت تكون نسافر أو لا نسافر أخذ رأيه تعجل بنبوغه أيضا تدريب الابن على حسن المنطق أن يتكلم بكلام فخم لأن يكون كلامه رخيص وخفير وقليل ومنزوع الدسم والمكارم فإن المكارم أو الرجولة تبنى بقوة لفظية قوية مع شجاعة وهذا لا يمكن أن يأخذه إذا كان كل ما يأخذه من لغة ليست لغته أو من ألعاب إلكترونية يألفها أيضا لا بد من حسن اختيار ألعابه وأصحابه لأننا نخشى وربي من تدمير رجولته إذا تركنا الألعاب وبعض الأصحاب يعبثون بها أيضا لا بد أن نسند إليه كثيرا من الأعمال وليس قليل من الأعمال أسند إليه كثيرا البقالة صيانة البيت إلى غير ذلك إعطاؤه بعض مصروف البيت الصرف على البيت في الرحلة أو البيت في الرحلة يسلم المبلغ هو حتى يصرف علينا جميعا أبواب صناعة الرجولة في نفوس الأبناء كثيرة لكن أيها الرجل ربي رجلا حتى إذا التفت عليه في مفاوز الحياة وجدته واحتسب في ذلك وأبشر بخير كنت سعيدا والله معكم في هذه اللقاء و في هذه الحلقة نلتقي بإذن الله في لقاء قادم مع الأخلاق في الإسلام إلى ذاك الحين أجمل المناء ترجمة نانسي قدس� ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة